أهلا بكم نبدأ نشرتنا من ميناء العقبة الرئيسي ففي الستة أشهر الأولى من العام الحالي تراجعت حركة المناولة 9% كما تراجعت عداد المسافرين عبر الميناء 12% إضافة إلى حركة البواخر بنسبة 4% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حجم المناولة منذ بداية العام الحالي ولنهاية شهر حزيران سجل 7.600.000 طن مقابل 8.300.000 طن في ذات الفترة من العام الماضي التراجع ناجم عن انخفاض إجمالي حجم المستوردات إلى 5 ملايين طن والتي تشمل المستوردات المحلية التي تراجعت إلى 4.900.000 طن بنسبة 9% ومستوردات الترانزيت التي ارتفعت 95.000 طن بنسبة 23% عن ذات الفترة من العام الماضي إضافة إلى تراجع إجمال الصادرات إلى 2.600.000 طن عن الستة أشهر الأولى من العام الماضي أما حركة البواخر فبينت النشرة انخفاضها إلى 1.120 باخرة من 1.166 باخرة في ذات الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% في حين تراجعت حركة المسافرين 12% لتصل في أول ستة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 191.000 مسافر مقابل 217.200 مسافر في ذات الفترة من العام الماضي تلقى وزير العمل دعوة رسمية من الحكومة القطرية لبحث الأليات المرتبطة بالوظائف التي تعهدت بها قطر وتعهدت قطر في حزيران الماضي بتوفير 10.000 فرصة عمل بالدوحة لأردنيين وضخ استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المملكة في التخفيف من الظروف الاقتصادية التي تمر بها وزير العمل تلقى الدعوة خلال استقباله القائمة بأعمال السفارة القطرية في عمان بحضور القنصل القطري حيث من المقرر أن يتوجه الوزير إلى قطر الأسبوع المقبل لبحث ملف تشغيل الأردنيين بحسب ما أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال لقائه كتلة الإصلاح النيابية بعد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار البندورة مع وصول سعر الصندوق الواحد إلى سبعة دنانير وزير الزراعة في تصريحات صحفية عقب زيارته إلى لواء ديبان في محافظة مادبة وافتتاح فرع جديد لمؤسسة الإقراض الزراعية برر سبب ارتفاع أسعار البندورة إلى التغيرات التي طرأت على الطقس وموجات الحر التي تسببت في انخفاض الأزهار وتراجع كميات الإنتاج إضافة إلى انتقال تبادل عروات الإنتاج وتوقع أن تبدأ الأسعار بالانخفاض اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم وفي تصريحات لنقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه قال أن أسعار البندورة والزهرة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية بدأت بالتراجع التدريجي بسبب زيادة الكميات الواردة إلى السوق نظرا لبدء إنتاج مواقع أخرى ومع اكتمال إنتاجها خلال الأيام ستنقفض الأسعار بنسبة قد تتجاوج الثلاثين في المئة عن أسعارها الحالية الحديث حول ارتفاع بعض المنتجاز الزراعي البندورة هذه الأيام حقيقة مرتبط بالعروة الزراعية ونحن الآن في فترة انتقالية ما بين الأغوار إلى منطقة الشفاء والصحراء هذه الفترة وخصوصا نحن في اقتصاد السوق الحر معادل السعري مرتبطة بالعرض والطلب وبالتالي خلال هذه الفترة المنتج الزراعي في حد أدنى من المستويات وبالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أعتقد خلال الفترة القادمة من أسبوع إلى عشر أيام تعود الأسعار إذا ما كانت عليه جولتنا اليوم في لواء ذيبان حقيقة لافتتاح فرع صندوق الإقراض الزراعي وهذا فرع مهم جدا خصوصا أن لواء ذيبان لواء زراعي بامتياز أعتقد أن هذه المؤسسة العريقة والتي وصلت فروحة إلى 24 فرع كانت رافض مهم جدا للقطاع الزراعي وصل حجم الإقراض الزراعي حوالي 750 مليون دينار وعدد المقترضين حوالي 200 و 65 مليون دينار وهي العون وتقدم اليد العون والمساعدة للمزارعين على مدار 60 عام تقريبا من الخدمة مع توجه شركات العالمية المصنعة للمفاعلات النووية الصغيرة لانقفاض كلفتها وقدرتها للتكيف مع شبكات الربط الكهربائي الصغيرة أعلنت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن أنها تعمل على تعزيز البنى التحتية المتعلقة بالتنظيم والرقابة في مجال ترخيص المنشآت النووية بما فيها المفاعلات الصغيرة لتوليد الكهرباء رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية قال في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق إن المملكة تسعى لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز المحلية بما يتوائم مع التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال ورشة عمل مشتركة مع حياة الطاقة والمعادن بيّنت أن الغاية من بناء المفاعلات الصغيرة هي التقليل من تأثير رأس المال الضخم للمفاعلات الكبيرة بأسعار منافسة وتقليل المدة اللازمة للبناء بهدف توسيع انتشار بنك صفو الإسلامي في جميع أنحاء المملكة خدمة للمتعامل الأردني في مختلف المحافظات فقد افتتح البنك فرعه الثامن والعشرين في مدينة العقبة برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في خطوة اعتبرها رائدة في مشوار التقدم والنماء الذي يسير به البنك لما يقدمه من خدمات بأسليب ووسائل تمتاز بالحداثة والتطور وفقا لأحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا الحديثة الرئيس التنفيذي للبنك سامر التميمي قال إن الهدف الأول للبنك هو الانتشار في جميع محافظات المملكة وبفتاح فرع محافظة العقبة يكون البنك اقترب من أهالي محافظات الجنوب لتقديم الخدمات البنكية لهم أينما كانوا توقيت هذا الافتتاح توقيت مميز هو خطوة إيجابية من البنك للدخول في توفير خدمات مصرفية إضافية في المنطقة الاقتصادية الخاصة وأيضا هي رسالة ثقة في نموذج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كحاضر وقم مستقبل طبعا رؤيتنا للعام 2025 بسعى لتحفيز نشاط الاقتصادي في العقبة وجذب حوالي 10 مليارات استثمارات جديدة بالإضافة إلى ترجمة الاستثمارات اللي كان مرتزم فيها في السابق إلى واقع عملي خاصة في المشاريع السياحي الكبرى ارتفع خامو برنت أكثر من دولار اليوم بعد أن انخفض بنسبة 7% تقريبا في الجلسة السابقة وعوض النفط جزاء من أكبر خسائر انحققها ليوم واحد في عامين إثر إعلان ليبيا أنها تستأنف صادرات النفط وتنام التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الطلب واليوم ارتفع خامو برنت دولار و23 سنة ليصل إلى 74 دولار و63 سنة للبرميل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أسعار الفائدة من أنها ستشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة أدت إلى تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في المعاملات الأسوية قبل أن تقلص خسائرها في جلسة اليوم حيث خسرت الليرة نحو 22% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي ويخشى المستثمرون من تأثير الرئيس التركي على السياسة النقدية ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في الرابع والعشرين من هذا الشهر في خضم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية شككت الأخيرة في شرعية انتماء بكين إلى منظمة التجارة العالمية وخلال اجتماع مغلق تعقده لمنظمة التجارة العالمية في جينيف على مدى ثلاثة أيام لبحث السياسات التجارية للصين اعتبر السفير الأمريكي لدى المنظمة أن الصين تستفيد من وضعها كعضو في منظمة التجارة العالمية للإضرار ببقية الدول معتبرا أنه في حال لم يؤخذ سلوك بكين هذا في الاعتبار فستنتهي الأمور إلى تخريب المنظمة من جهتها الصين قالت أنها تمارس تماما مفهوم التبادل الحر منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2001 مؤكدة أنها تفي بكل التزاماتها